هل تجد قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع في المسجد بعد الأذانة أو في خلوة الصلاة؟ نعم نجد قلاوة القرآن بخلوة مرتفع إذا لم تشوش على المصليين أو الثالين الذين يجالبونها في القرآن أو نائم تنسك إذا تركب على الجهر بقراءة أذية للحاضرين من المصليين أو القارئين أو اللائمين أو الذين في درس من الدروس فإنه بالقرآن لا يجوز الجهر بقراءة لأن هذا يتركب عليه أذن من الآخرين أما إذا لم يتركب عليه أذن من الآخرين فالجهر بقراءة بقراءة أفضل لأنه أي سبع للقراءة وأدخل منه إسلام